عايزة عارف اما شفت السيناريو او ما جالك السيناريو كان عندك اي اعتراضات عليه شفته ازاي وفقت على طول اي اللي حصل علاقتك بمعيان السيد انا انا اشتغلت مع الاستاذ عصام نصار في مسلسل اسمه النضار البيضى ونجاح الحمد لله فقال لي انت تحابب بتعمل ايه انا احبب اعمل دور رومانسي ما عملتش الدور ده قبل كده هنا في مصر اوي يعني اعملت فريتسة بس ما كانش اوي كان كئيب شوية انا احبب اعمل حاجة لايت كده تبست الناس بس فقال لي طيب تمام مفيش شهر بعتلي سكريبت كده ما كانش اصلا اسمه هاشتا اتجاوزني ساعتها كان اسمه حاجة انا اصابة عمل حاجة كده بس فقريت والفكرة اللي في الفيلم شداني اكتر من اللاين الرومانسي في حاجة بتحصل في الفيلم اعتقد ما عمرها ما حصلت في السينما البصرية في الحياة فيك شوية كده ماجيك في الفيلم بعد اما خلص الفيلم وشفته على الشاشة عجبك ردود الافعال انت كنت راضي عن نفسك انا عمره ما بكون راضي عن نفسي في اي حاجة عزيجب ما وصليني اللي بجد كده ممكن ممكن بعد كام سنة بممكن ارجع الفيلم الوحيد اللي انا كنت راضي عن نفسي اللي هو المبو عشان كنت فعلا انا كنت ماشي خطوة خطوة بخطوة مع المخرج والمنتجين كان عندنا مثلا شهر او شهرين بروفا فكنت عارف انا هعمل ايه وهيبقى شكله ازاي الشغل قبل التصوير مهم جدا مهم قوي التحضير اهم من التصوير التحضير ده لو انت مش متحضر لأي حاجة وسائب بالدنيا عشان ترتاجل لأ يعني ده خطر جدا جدا يعني بالنسبة لي ما مقدرش عامل كده في ممثلين قولي ليه جدا يقدروا يعملوا كده زي بايومي فقاد بايومي جميل جدا ممكن ممكن تديله بس الفكرة المشهد وهو يكمل وتبقى بحاجة حاجة تانية خالص وعامل كده في الفيلم ده وبصراحة فضيعة فضيعة ردود الافعال جميلة جدا اصعب او لو قلتلك اصعب مشهد كان بينك وبين ميان او اكتر مشهد كنت شايل همه فهاشت عاي تجاوزني الرأس الرأس كان في مشهد كده رأس كان للأغنية كده في نص الفيلم وكنوا عايزين كانوا عايزين بقى نرتاجل فقلت لا لا مش هينفع فكلمت جابوا لكم مدرب انا جبت انا انا اتصلت بواحدة اعرف اسمها منا حسين هي اصلا كانوا بتدربني الفيلم تاني بالاي فيلم اللي لسه هينزل السنة الجاية فيلم بريطاني واو اسمه اي هو اسمه كلب زيرو وبطلع بتعمل بالاي طالع انا اصلا دانسر بالاي وابدرب الطلاب عندي في المدرسة فوهي شطرة جدا جدا فكلمتا وطلعت لها معلش انا عندي حاجة تانية بس حاجة مور لايت حاجة فان كده بس رومانتك وحاجة ما بيني وما بين ماين فبس فروحت رحنا عندها في الستوديو لا حمده الله خد ممكن ساعتين بس عشان نعمل الكوريوجروفية اللي